ومن العراق إلى تركيا التي تبدو هذه الأيام في مرحلة مراجعة شاملة لسلوكها الدبلوماسي أقليميا ودوليا فمن التطبيع مع إسرائيل إلى التهدئة المفاجئة مع روسيا إلى تلطيف الأجواء مع الأطراف الفاعلة في الجوار التركي أخذ صانع القرار في أنقرة يغير شيئا فشيئا حساباته وتحالفاته حتى لو أن تركيا تفضنت فجأة لأخطاء في دبلوماسيتها أو لخطر يتهددها بقوة ويبدو كل ذلك جليا في تصريحات رئيس وزرائها من علي الدرم وهو يعيد رسم ملامح السياسة الخارجية لبلاده بعد المصالحة مع إسرائيل وروسيا وفي إطار سعيها لاستعادة علاقاتها وصدقاتها مع كافة دول المنطقة أبدت أنقرة مجددا حرصها على استعادة علاقاتها الطيبة مع سوريا والعراق مؤكدة أن ذلك من شأنه المساهمة في مكافحة الإرهاب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم تحدث بثقة كبيرة عن قدرة بلاده استعادة علاقاتها الطيبة مع سوريا مؤكدا رغبة وحاجة بلاده لذلك أعدنا علاقاتنا مع إسرائيل وروسيا إلى طبيعتها وأنا متأكد من عودتها مع سوريا أيضا لابد من إرساء الاستقرار في سوريا والعراق حتى يتسنى لنا النجاح في مكافحة الإرهاب ويتساءل كثيرون عن أسباب التحول السريع في سياسات أنقرة الخارجية تجاه دول المنطقة لسيما سوريا فأنقرة التي ترفض بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة باتت تتحدث عن استعادة علاقاتها مع سوريا قبل أن يتحقق مطلبها برحيل الأسد هنا لا يوجد تغير في السياسة التركية السياسة التركية في المرحلة بقاء الأسد لفترة 6 أشهر كانت اقتراح تركي روسي قبل سنتين عندما التقى بوتين مع أردوغان في سوشيا في البحر الأسود ولكن في هذه الفترة الروسية كانت لا تقبل برحيل الأسد وأن يبقى فترة انتقالية كانت في معارضة شديدة هذه اقتراح تركي وليست اقتراح من هذه الدول تترك تصريحات المسؤولين الأتراك حول رغبة بلادهم استعادة علاقاتها الطيبة مع سوريا أملا لدى كثيرين بأن تنجح حوارات موسكو وأنقرة الرامية للتوصل لصيغة حل وسط للأزمة السورية أو على الأقل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم سوريا كثيرون هنا اعتبروا حديث أردغان عن عزم الحكومة منح الجنسية التركية للاجئين السوريين المقيمين في بلاده محاولة استباقية لامتصاص غضب اللاجئين السوريين من تخلي أنقر عن مطلبها السابق برحيل الأسد وتطبيع العلاقات مع نظامه مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول لفهم التغيير الطارئ على الموقف التركي من مخيطها الإقليمي المباشر سنتابع الآن أحد السيناريوهات المطروحة في أنقرة للتغير في دمشق تفاصيل قصة يتم تداولها بشكل واسع وقد تشكل أحد مقاربات أنقرة السياسية لتحريك المشهد السوري شانطان لديها المزيد من التفاصيل بالفعل روبير طروحات عديدة في الأوين الأخيرة لكن هذا الطرح أخذ اهتمامات عدد كبير من الأشخاص لأنه يأتي في ظل تغيرات تشهدها المنطقة ليست المرة الأولى التي نتابع فيها سيناريوهات للخروج المأزق السوري ومن شلال الدم الحاصل بطبيعة الحال روبير وفقا لما وصفته المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بالمصادر المطلعة فإن تطورات كبيرة طرأت في الملف السوري خاصة ما يتعلق بالموقف التركي بعد زيارة وزير الدفاع السوري السابق العماد علي حبيب لأنقرة المصادر قالت مشاهدين أنه تم استقبال العماد حبيب لبحث تشكيل حكومة عسكرية موسعة برئاسته لمشاركة عدد كبير من ضباط النظام والضباط المنشقين وإنشاء نواة موسعة لجيش وطني تألف من حوالي عشرة ألاف ضابط وجندي كمرحلة أولى وأوضحت هذه المصادر أن معظم عناصر الجيش الوطني ستكون من معسكرات الضباط المنشقين التي تحظى بحراسة شديدة في الأردن وتركيا ومن ضباط موجودين الآن في الخدمة العاملة في جيش النظام بحسب الخطة التركية أيضا وتنضم إلى هذا الجيش الوطني فصائل عسكرية تابعة للجيش الحر كأفراد وليس كتنظيمات هذا بالنسبة بالفعل لهذا الطرح للعماد علي حبيب لكن من هو علي حبيب؟ كان العماد علي حبيب مشاهدين قد تخرج من الكلية الحربية عام 62 برتبة ملازم وشارك بحرب تشرين كقائد لسرية في اللواء 58 ومن ثم دخل مع القوات السورية إلى لبنان وشارك في اقتحام بيروت الشرقية وأسره الجيش الإسرائيلي لمدة ثلاثة أيام وفي حرب الخليج كان العماد حبيب قائد للقوات السورية المشاركة في الحرب أيضا وفي عام 94 عين قائدا للقوات الخاصة حتى تم تعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان عام 2002 وفي العام 2004 عين رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة ونائبا للقائد العام للجيش والقوات المسلحة عين أيضا وزيرا للدفاع في عام 2009 حتى إحالته للتقاعد في 2012 بالفعل هذه كانت مقدمة روبير لمن هو علي حبيب لكن الأهم يبقى هذه المبادرة أو الطرح الذي قدمه الذي جاء من باريس إلى تركيا لتقديمه في تركيا من وراء هذا الطرح؟ ولكن هذا السيناريو قد يفتح الباب على تحليلات وربما على مفاوضات من نوع آخر في الملف السوري قد تصيب عدد كبير من أهداف التي قد توصل إلى حل هذه الأسماء مفاوضات تأتي روبير في ظل مراجعة دبلوماسية تركيا الآن إن أمكننا القول وسنتابع هذا الموضوع بطبيعة الحال مع ضيفنا الليلة طبعا سندخل إلى هذا الملف ومعنا من اسطنبول أستاذ العلوم السياسية في جامعة اسطنبول دكتور سامير صالحة أهلا بك في غرفة الأخبار تابعنا السيناريوات مختلفة لمخرج من الحرب السورية هل السيناريو الذي تابعناه الآن مع شانطال والذي يتم تدوله في عدد كبير من المواقع وأيضا ربما في غرف المفاوضات والديبلوماسية قد يكون سيناريو أو مخرج لهذه الأزمة؟ لما لا؟ من الممكن طبعا أن نناقش سيناريوات من هذا النوع لكن لابد أن تكون مرتبطة بحراك حقيقي على الأرض يسبق أي سيناريو برأيه مثلا ما تقوله أنقرة وتكرره باستمرار في الساعات الأخيرة أيضا كررته أنه أي سيناريو قد يناقش لما كان لبشر الأسد فيه هذا خارج السيناريوات يعني هذه ثوابت بالنسبة لي أنقرة رغم التحولات في سياساتها الخارجية لماذا؟ لأنه دخول في نقاش مع النظام أو حول النظام في المرحلة المقبلة يعني قلب جميع السياسات التركية في التعامل مع الملف السوري رأسا على عقب في تركيا حوالي ثلاث مليون لاجئ سوري هناك قيادات سياسية بارزة في المعارضة رموز المعارضة السورية تنصق مباشرة مع أنقرة هناك كما تعرف تفاهم إقليمي عربي إسلامي خليجي كل هذه النقاط الآن موجودة لذلك أنه علينا أيضا نأخذ هذه الثوابت بعين الاعتبار ثابت أساسي آخر برأيي أنه أي نقاش من هذا النوع لابد أن يحظى بدعم المعارضة السورية المعتدلة لإتلاف الوطني السوري الحر هذه نقطة أيضا أساسية بالنسبة لأنقرة نقطة ثالثة بين الثوابت على ضوء هذه النقاشات هي أن يكون هناك تنصيق وتعاون مع شركاء وحلفاء تركيا في الملف السوري أقصد هنا الدول الإقليمية العربية والإسلامية والخارجية هل سرعت أنقرة إلى قراءة مختلفة وربما من نوع آخر الأزمة السورية استباقا للتقارب الأمريكي الروسي واللقاءات التي ستبدأ غدا واللقاءات أيضا السابقة نعم نعم أتفق معك أنه السياسة الأمريكية الجمود في السياسة الأمريكية محاولة واشنطن الابتعاد عن أنقرة في التعامل مع الملف السوري برأيي هو الذي دفع أنقرة الآن لتحول من طريقة التعامل مع الملف السوري التقارب التركي الروسي برأيي جزء منه رد على السياسة الأمريكية الجامدة في التعامل مع الملف السوري ومحاولة التنصيق مع لعبين إقليميين أو حتى روسيا على حساب أنقرة والعديد من الدول العربية والإسلامية هذا يعني باختصار أن التقارب التركي الروسي فعلا قد يفتح الطريق أمام نقاش حالة جديدة في قراءة المشاد السوري دكتور صارحة هذه المبادرة بالذات أو هذا الطرح لعلي حبيب هل برأيك يأتي نتيجة هذا التقارب الروسي التركي ومن هنا أعني أنا كذكرت أن تركيا ستناقش أي موضوع إذا كان بشار الأسد خارج منه أي تراجعت هنا روسيا في هذا الموضوع النقطة الأساسية برأيي العالقة حتى الآن وسنعرفها في الساعات المقبلة أنه هل مشروع من هذا النوع يقف ورائه الروس أو يدعمه الروس أم هو مشروع أوروبي تحديدا أنه أنا أفترض أنه أمريكا لن تدعم أو تنسق مع مشروع من هذا النوع ربما من البعيد ستقول كلمة أو شيء لكن هي لا تريد إطلاقا أن تكون شريك في بناء مشروع من هذا النوع من هنا أظن أنه احتمال أساسي أن يكون هذا التحول أو هذا التفاهم خطة أو خطوة لا ترضي واشنطن كثيرا من الذي يقف وراء هذا السيناريو الآن ومن الذي يقدم الضمانات في المرحلة المقبلة أنه النظام السوري سيكون متعاون مع سيناريو من هذا النوع يعني النقطة الأساسية هي قبل مناقشة مواقف المعارضة السورية هي ردة فعل النظام حلال هذا السيناريو ومن الذي سيقوله لنا في الساعات المقبلة سننتظر الساعات المقبلة دكتور صارحة لنرى من وراء هذا الطرح لكن بالفعل الطرح طرحة إن كان من أوروبا أو من جهات أخرى لكن طرحة داخل تركيا هل برأيك تركيا وراء الحل اليوم يعني أظن أن التقارب التركي الروسي كما قلت لك يعطي أنقرة فرصة جديدة لاسترداد الكثير مما فقدته في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية والدولية في سياستها الخارجية روسيا الآن كما سمعنا بالأمس أنا وأنت كلام الليفروف كان واضح وصريح حول استعداد موسكو لشراكة مباشرة مع تركيا في قراءة المشهد السوري بطريقة جديدة هذه النقطة أيضا يعني نتمنى أن تكون موسكو هنا لا تناور بها لأنه ما زالت واشنطن تروج لفكرات أنه هناك تفاهم أمريكي روسي في الملف السوري موسكو تقول العكس في العلن أيضا قالت هذا الكلام في الساعة المقبلة أيضا سنعرف هل فعلا أنه موسكو ستدعم وسترحب بسيناريو من هذا النوع بشكل حقيقي أم لا هذا أيضا ما سنعرفه كل هذا التحول في السياسة التركية الذي تابعناه في الأسابيع الماضية جاء بعد ضغوطات كبيرة إن كانت عند الحدود أو أيضا في الداخل التركي هذا التحول هل سيدوم وهل هو بحكوم بالديمومة أم أن تركيا تنتظر وتترقب ساعة التهديدات التي كانت تصلها من الخارج من سوريا وأيضا من كل الجهات الإقليمية والدول المشاركة في الأزمة السورية تحديدا يعني أظن أنه نتفق جميعا أنه التحول في السياسة الخارجية التركية سببه الأساسي إما الانسداد طريق الوصول إلى طريق مصدود في قراءة العديد من الملفات والقضايا الإقليمية وأنه الآن الرغبة التركية هي في الخروج من هذه الحالة والذهاب إلى حالة جديدة إذا كانت تركيا تبحث عن ذلك فلا أظن إطلاقا أنها ستعود إلى التصعيد أو اعتماد الاستراتيجيات التقليدية القديمة التي اعتمدتها قبل أربعة أشهر مثلا في التعامل مع هذه الملفات التحول في السياسة الخارجية التركية بدأ الآن عمليا على الأرض أي لمن ستكون الأولويات إلى جانب الملف الإسرائيلي والملف الروسي ومن سنناقش هذه المسائل أنا كان لتحفظ دائم أن الأولويات لن تكون إطلاقا للملف السوري في مسار العلاقات التركية الروسية الأولويات ستكون لتحسين وتحصين هذه العلاقات لكن يبدو أن موسكو وأنقرة مستعجلان كما نتابع في طرح وقراءة جديدة للملف السوري هذه أيضا فرصة برأيه مهمة للجانبين نعم ولكن روسيا كانت وضعت خطوط حمراء تحديدا للملف السوري هل ستنصع أنقرة إلى كل ما سيأتي به الدب الروسي الروسيا غيرت على الأرض في الكثير من مواقفها العسكرية والسياسية في قراءة المشهد السوري وأعلنت ذلك في الأسبوع الأخير تحديدا جميعا نتابع الآن طريقة التعاملها مع مطالب النظام مع مطالبة النظام بتصعيدها العسكري في أكثر من مكان وهي ترفض وتتشدد قراءة روسيا الجديدة كما نتابع أيضا في شمال سوريا في التعامل مع البيادة أو مشروع الكيان الكردي الآن نسمع تصريحات مباشرة لقيادات سياسية روسية أنها ضد التقسيم وضد التفتيت مع وحدات سوريا مع لقاء الشعب السوري هذه نقطة تحول مهمة إذا ما كانت فعلا روسيا جدة ستستمر بهذا الشكل وهذا يعني طمأنة أنقرة في هذه المسائل الحساسة بالعودة إلى المؤشرات تحديدا في شمال سوريا كان يلدرم وأيضا إردوغان قد أرسل بإشارات واضحة ودقيقة للروس تحديدا بالتدخل في شمال سوريا وأيضا منع تدفق المقاتلين هل ستقدم أنقرة مسودة أو ورقة لروسيا بهذا الشأن في حال مطلب روسيا بأي تدخل عسكري بري لتركيا أظن أن هذه المسألة حسمت ونقشت بين الروس والأتراك بشكل أو بآخر وإلا لما كنا نرى هذه الليونة في التصريحات الروسية تحديدا في قراءة المواقف التركية كما تبعنا جميعا تحميلها مسؤولات التنصيق مع تنظيم داعش فتح الحدود وغير ذلك الآن لم نعد نرى أو نسمع أو نقرأ هذه المواقف الروسية وهذا يعني أنه كان هناك تفاهم تم بين الجانبين بشكل أو بآخر نقطة ثانية أهم من ذلك الآن قبل قليل نقشتم المشهد العراقي في موضوع حرب على تنظيم داعش الآن أظن أنه النقطة الأساسية التي تريدها موسكو وأنقرة وهما يلتقيان حولها في مسألة مهمة لأن واشنطن خارج هذا النقاش وهذا التفاهم هي الحرب الشاملة على هذا التنظيم يعني ليس نقل عناصر التنظيم من العراق إلى سوريا وتركهم هناك في حالة جديدة أظن أنه المسألة الآن ستقرأ تركيا وروسيا بطريقة أكثر شمولية في ضرورة تسريع الحرب على هذا التنظيم وحسم هذه المسألة رغم أننا نعرف أن هذا سيلقى اعتراض من بعض العواصم بشكل أو بآخر طبعا سننتظر ما ستحمله المفاوضات في الساعات المقبلة تحديد المفاوضات الروسية الأمريكية ولكن بإجاز من فضلق التحول في موقف أنقرة تحديدا في الملفات المحيطة أيضا ينسحب على الدكروماسية المرينة التي تمارسها مع عدد آخر من الدول هل هذه السياسة ستضمن أنقرة بعيدا من كل التهديدات الإرهابية التي هزت إسطنبول قبل أسبوع يعني طبعا الإرهاب مسألة أخرى كما نعرف جميعا ولا يمكن لأي دولة أو أي شعب أو أي نظام أن يعني يعلن أنه خارج يعني عنده الحماية أو الحصانة الكافية لمنع عمل إرهابية من هذا النوع لا أظن إطلاقا أنا بالعكس أتوقع أنه كلما سعدت تركيا من مواقفها ضد هذا التنظيم أقصد داعش وكان هناك تنصيق ودخول في عمليات أوسع بالبعد العسكري أظن سيحاول أن يريد وأن يفجر في مكان أو مئة آخر لا بد لكل شيء أن يكون هنا ثمن مهم الآن حسم هذه الورقة هذه المسألة وتركيا خارج التلاعب بها من قبل بعض القوى أو الأجهزة في المنطقة دكتور صالحة سؤال الأخير لنختصر كل ما تبعناه الليلة في ظل هذه التطورات التي تحدث وهذا التبدل الدبلوماسي الكبير هل برأيك أصبح الآن الموضوع مكافحة الإرهاب إن كان بشار الأسد موجود أو غير موجود أنا وأنت أيضا تبعنا مقاله الرئيس التركي في قمة حلف شمال الأطلس التركيز بالنسبة له كانت على موضوع التنصيق العاجل والواسع في الحرب على تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الآن هل سيكون هناك فعلا دعم وتنصيق يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو حلف الأطلس الذي يقاتل مباشرة في أفغانستان لماذا لا يتحرك في سوريا والعراق بشكل مباشر في الحرب على هذا التنظيم ماذا ما قالته القيادة السياسية التركية هل ستصل للرسالة وهل ستلقى الرد الإيجابي هذه أيضا مسألة قابلة للنقاش أستاذ العلوم السياسية في جامعة إسطنبول دكتور سميل صارحة شكرا جزيلا لك